اشتركوا في القناة وعمانيين وعمانيين حول خارطة الطريق لحل في اليمن وقال وزير التولى في حكومة صنعاء عبدالعزيز البكير أن رئيس وفدهم المفاوض في مسكر محمد عبدالسلام التقى مبعوث الأمم المتحدة هانس جروندبرغ ودبلماسيين عمانيين لملاقشة توافقات صنعاء والرياض بشأن السلام في اليمن وعشار البكير في تدوينة على منصة إكس إلى أن النقاشات الجارية تركز على تحييد الملف الإنساني والبدء بالتسليم المرتبات التبادل الأسرى وفتح الطرقات وتصديل المشتقات النفطية وهي ذات البنود المشمولة بالمرحلة الأولى من خارطة الطريقة التي أعلنتها الأمم المتحدة نهاية العام الماضي وقالت إنه تم موافقة الأضراف اليمنية عليها بهدف إدلاق عملية سياسية شاملة تحت رعايتها وكان نائب وزيري الخارجية في حكومة صنعاء عتين العزي قدعلنا مؤخرا عن استعداد حكومتهم للسماح بتصديل النفط أشكركم على حسن متابعتكم وإصلاقكم ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو واشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة